الجهود الدولية التي تحاول العودة بأطراف الصراع في اليمن إلى مسارة الهدنة الموسعة تواجه تعقيدات الشروط الحوثية فصل المسارات العسكرية بين الداخل والخارج في الحرب اليمنية ينتظر الصياغة الرسمية بعد تفاهمات غير معلنة بين الميليشيا الحوثية والسعودية بفضل وساطة عمانية يبدو حسب دراسات أوروبية أنها تمثل المرحلة الأولى من وقف الحرب في اليمن من خلال تقلص التدخل العسكري لتحالف دعم الشرعية الميليشيا الحوثية المدعومة إيران تواجه تحديات التمويل الإيراني الذي يشير مراقبون إلى تنقصه خلال فترات الهدنة المستمرة وحتى الآن فيما يخص عمل ميناء الحديدة ومطار صنعاء وما يرفض من عائداتهما خزائن الميليشيا التي تتنصل عن صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية للمواطنين الذين لم تعد لديهم القدرة على تحمل الجوايات المفروضة من قبل الميليشيا في السياق الدولي أجل مجلس الشيوخ الأمريكي مناقشة مشروع قانون وقف الدعم اللوجستي للحرب الدائرة باليمن في مؤشر رأاه مراقبون توجها من إدارة بايدن لمواجهة التهديدات الحوثية لمصادر وممرات الطاقة العالمية واحتمالات تحريك طهران لذراعها العسكرية في اليمن بعد فشل مفاوضات الملف النووي وفرض عقوبات غربية على نظام الملال في إيران فشل جهود التسوية لا يعني الخروج من فترة هدنة المنديال الكروي في قطر إلى مسارات عسكرية شاملة ذلك أن الجمود العسكري سيمتد في الفترة القادمة بضرورات البحث عن تمويل عمليات الإغاثة الإنسانية ونشاطات المنظمات الأممية ومكتب المبعوث الذي يتخذ من العاصمة الأردنية مقرا له وما تستدعيه جوالاته الوكوكية في دول المنطقة من تمويل أوضاع غامضة تهيمن على مسارة الأزمة اليمنية وتضعها في دوامة لا سلم ولا حرب لفترة غير محدودة وهو ما يضعف من ويلات المأساة الإنسانية في اليمن خصوصا في ظل نقص التمويل الدولي للإغاثة الإنسانية وتزايد تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار النهب الحوثي المتزايد للموارد والمواطنين بالتزامن مع فساد حكومي يبدو حسب مراقبين أنه سيد مطويلا اشتركوا في القناة